السلام عليكم معاكم مشاهد العبادي بهذا الفيديو ستناول موضوع فعليا لما الناس يحكوا عنه بيوتيوب ما بشوفهم ما أعطينه حقه تمام اللي هو موضوع الديانة الزادجتية وهل مثلا الكتب تعيت الديانة الزادجتية تم التعديل عليها ولا لا طيب سأكون أحد يسأل طيب انت لش تناولت هذا الموضوع بالذات لش مثلا تعمل فيديو مفصل عن الديانة او مثلا كل العقائد تعونها ببساطة هذا الموضوع اولا صعب لانه فعليا الديانة الزادجتية ديانة كبيرة كثيرة وإلها علاقة بتطوى بعض الأديان زي ما أنا حكيت في فيديو الثانوية الكونية لما حكيت عن فكرة تطوى الشيطان وكيف يهود اخذوا او اقتبسوا فكرة الشيطان من هاي الديانة فما بأعتقد انه فيه داعي من اعادة هاي المعلومات انه كيف هي أثارت في الأديان تمام ولكن حبيت احكي عن هذا الموضوع لانه أمانة نشفت كثيرة ناس ولم تبع كثيرة ناس لادينيين مختصين بالكلام عن الأديان هذول الناس لما أجي يحكوا عن أديان الزادجتية فعليا بتحسهم كانوا مهملين هذا الجانب اللي هو متى كتبت كتبهم الزادجتين او مثلا هل الكتب الزادجتية تعتبى مصدى موثوق لأخذ المعلومات فأنا قلت حعمل فيديو عن هذا الموضوع بصلاح تقول كمان دعمله من زمان ولكن انشغلت بكثيرة أمور وأمانة كمان في بعض الناس لتواصلوا معي كثيرة في هاي المسألة لانه كثيرة ناس بطلعوا مثلا كل دقيقتين بطلالك فيديو بقول لك الزادجتية او الاسلام اختبس من الزادجتية هسا بغض النظر الاسلام اختبس ولا ما اختبس انا وجهة نظر ايش بالموضوع لانك حتعرف شو وجهة نظر باخر الفيديو ولكن ايش الفكرة انه كثيرة ناس اللحوا علي بهذا الموضوع فعلا انا كنت يعني بحس الموضوع تهفل انه حتى المسلمين عملوا كثيرة فيديوهات بهذا الموضوع ولكن بعضه كمان المسلمين صاحة بتحسوا معيان مش متحيز يعني ما بعطوا لاشي حقه بتحسوا متحيزين شوي فقلت بعمل فيديو عن هذا الموضوع وهسا بالنسبة للكتب او الاشياء اللي هغلبها احكي عنها او اغلب المواجئ اللي انا بستدل عليها بكلامي اكتاب احمد الشيطان تارفاص السواح وكتاب احمد خال عمر لانه اتكلم عن موضوع الزادشتية اللي اطمئنه عقلي وكتاب دين الانسان ولكن ما اعتقد ان كثيرا هحكي عنه ولكن بشكل عام بالنسبة لموضوع ذكا زادشت او اقدم مصدى يذكا الزادشت اللي هو الحكيم تعديان الزادشتية فاقدم مصدى لهذا الشخص او بذكا زادشت وساد زادشت مش موجود مع اصحاب الدياني بل موجود في القان اعتقد الخامس قبل الميلاد وذكا زادشت بعض الفلاسفة وبعض اليونان هذا بالنسبة لأول ذكا عند الناس فاستوى حثان بقول لك بعض الكتاب احمد الشيطان بهذه الصفحة لا يوجد بين ايدينا مصادرة اخية مباشرة تعيننا على اسم سيرة حياة زادشت ولكننا نستطيع اسم ملامح عاملة لها اعتمادا على المصادرة الغرقية التي تعود الى القانين السادس والخامس قبل الميلاد فاستوى طبعا بحكي كلاب كثير وطويل انه في بعض الباحثين فهموا انه زادشت فعليا عاش قبل اسكندال اكبا بسبب دارسة اللغة المكتوبة فيها من بعض الكتب الزادشتية اللي ممكن ينفهم منها انه هو اقدم من اه شاسمه هو اسكندال اكبا بثلاثة قون على الاقل الفكرة يعني انه سياد زادشت بشكل عام في حواليها كلام ومثل انه ولد ومثل انه فعليا الزادشتيين نفسهم ما عندهم سيادة واضحة واضحة المعالم لشخصية زادشت واسع احكي لكم ليش ولكن اللي بدي اوصل له انه شخصية زادشت بين اصحاب الديانة نفسها مختلف عليها والمصادر كلها المثكورة عن زادشت والسيادة عن زادشت مش موجودة عند اصحاب الدين نفسه بل هي موجودة وين عند ناس ثانيين زي مثلا اليونان ولا غير زي ما نستقلنا واكيد بشكل عام يعني اي حدا هياخذ دين حدا ثاني او سيادة حدا ثاني الا يحط عليه النكهة يعيته فانا اللي بدي اقوله بس انه ما من اقداميه في المية نكون واثقين من سيادة زادشت او هاي وجهة نظر الشخصية طبعا او حتى لا ممكن نثق بسيادة في بعض النقاط مثلا انا منه علي ممكن اصدق سيادة يعيته ولكن الفكرة اللي بدي اقولها يعني انه ما عندنا اشي واضح مية في المية عن متن ولاد ايش عاش هل هاي المعلومات عن جد صحيح مية في المية في شك في الموضور مع انه فعليا انا صدقان من الناس اللي بيأمنوا بالقصة هاي ولكن في شك هذا اللي انا بدي اقوله يعني اما بالنسبة للكتب المقدسة الزادشتية يعني هاستهنها كان عن سيادة اما بالنسبة للكتب الافيستا والانشير والزندافيستا وهي الشغلات فحسب فاس السواح بنفس الكتابة احمن والشيطان وذكاء هذا الموضوع انه الديانة نفسها بعد موت زادشت وزادشت على فكرة ما مات في ناس بيحكوا مات زي النبي محمد وضع التخبيص زادشت لما مات كان في حاب تمام ولما مات في بعض الكهان دمجوا الديانة القديمة دعيت اهل فاس على ما اعتقد مع الديانة الزادشتية يعني ممكن نحكي انه دمجوا الديانة مع الزادشتية لما صاد هذا الاشي صاد ناس الزادشتين يعدلوا مش يعدلوا يعني وكان يكتبوا شوحات اه هذا هو اللفظ المناسب كان يكتبوا شوحات في الكتب المقدسة هاي الشوحات مع الوقت ظلت تزيد وتزيد وبعدك حطوها وين كيف مثلا في هوامش بالكتب زي كانها هوامش بعد هاي الشوحات صاد هي المقدسة فظلوا يضيفوا ويضيفوا وظلوا يعدلوا على الديانة فهون ممكن نحكي انه اول تعديل صاد من قبل رجال الديانة نفسه بعدها صاد شغلة غيات كل الديانة الزادشتية وهذا المضوع متفق عليه بين كل الزادشتين اللي هو فتح الاسكندا الاكبر حتى فاس استدل بكلام فاسكندا بالاول انه الاسكندا اللي عبدوك بها في نشط الديانة الزادشتية ايش ويا شادي ببساطة لما دخل الاسكندا الاكبر بلاد فاس دم كل بلاد فاس ولما عمل هاي العملة حاق الافيستا دم المعابد حاق كل كتب الافيستا كتب الافيستا حافية لمصات هاي الشغلة ضاع منها كثير كتب وكثير مخطوطات بشكل مش طبيعي وممكن نحكي انه هنا فعليا ضاعت فعليا الديانة القديمة الزادشتية بنسبة 89% انتهت بشكل كامل فهونا صاد فعليا الزادشتين باظ يضيفوا اشياء جديدة من الناس والديانة اللي حواليهم عشان يعوضوا النقص اذا صح التعبية طي ممكن واحد سيقولي طب ايش المصدر طيب على كلامك عن اسكندا اولا اي كتاب هتقعوا عن ديانة الزادشتية هتقعوا عن هذا الموضوع لانهم بيصوروا فعليا اسكندا الاكباء على انه شيطان بالأساطية تعيتهم وانه وحش دمات ديانة الزادشتية ولكن في كتاب الكتاب هو اصلا منتخذ الاسلام في ملايكيه وبيحكي ان اسلام اقتبس منه ولكنه قال هاي المعلومة كتاب الافيستا موجود عن نت اكتب الافيستا صفحة 9 صفحة 9 مكتوب هذا الحكي انه اسكندا دخل بلاد فاس وحاق كتوبه مواضي الحكي باول الكتاب صفحة 9 اما بالنسبة بالنسبة لموضوع انهم الزادشتين الكهنة كانوا يعدلوا على الديانة فهنا فاس بقول لك انه فعليا الكهان حانيه هنا وقد دعا الكهنة الى توسط من اجل شرحها وتبسيطها قصدوا عن الافيستا والشغلات هاي وتطوير افكارها للناس العاديين وقد تراكمت هذه الشرحات تدريجيا حتى شكلت مصدر اخر من مصدر الدين الزادشتين الاخ الاخ بعد يبدو لك مجموعة الافيستا والافيستا الصغيرة وبصرشوت اتخذت شكلا اشبه التام نحو نهاية الفترة الاخمينية ثم تطلبت الافيستا بضوها شاحل وتفسير فانشأ على هامش الكتب الزندة والافيستا لم تدون هذه الادبيات الدينية خلال الفترة الاخمينية بسبب العزوف الكهنة عن استخدام الكتابة لحفظ النصوص المقدسة لنماء في الكتابة شأنا دينيويا واعتبروا التدنيسة للنص ولكن المهم لاخها الكلام يعني الخلاصة يعني جال الديان كانوا يكتبوا ويعملوا شرحات لديانتهم زي ما قلت قبل شوي بعد ان الشرحات صارت مقدسة وبعدها طبعا بالاخر ما كتبوا بالاخر كان طبعا انجبوا انهم يكتبوا لما كتبوا صال كلام تاحهم مقدس يا حبيبي الصفحات كلامهم العادسة مقدس هنا حتى الباقي الكلام تاعه وانه بعدين كيف اندمجت مع المجوسية هاي من اهم التحافات التي دخلت دخلها المجوس على العقيدة الزادجتية انهم جعلوا انجامينه المهم مائلنا بهذا الحقيقي المهم يعني هو بقول لك كمان المجوس كمان اندمجوا وأعتقد من هذا المضحكة عنه زي ما قلت قبل شوي انه الشوحات دخلت ومن هذا الحكي بس انا حبيت تصور صفحة عشان ذي الحدي بده مصدى يعني اكتابه ورحمانه الشيطان للي بده الاستزادة يعني بس انا بحاول اختصى الفكرة بعدها طبعا صال دمج بين الزادجتية وقلنا هذا الحكي هذا بالاول صال صال دمج بين الزادجتية اللي هو اصلا زادجت كان ضدها مع المجوسية وصال دين واحد وصال حتى الناهية الاشي الاساسي يعني كخلاصة لنحكي لنا حكيته قبل شوي بالاول كهنة الزادجتية عدلوا على الديانة الخاصة فيهم كتسهيل للناس التسهيل هذا اضافوا على الشوحات الشوحات صالت مقدسة بعدها اجيلك الاسكندار اكبر دمى بلاد فاس لما عمل هذه العمل دمى المعابد دمى الديانة بطل عندهم كتب كثيرة للديانة فضاعت الديانة بخباكان زي ما بيحقوها بعدها صارت الشغل المهم كثيرا اندمجوا الديانتهم مع الديانة المجوسية وممكن هذا الموضوع صار قبل مش متذكة صاحة ولكن اندمجوا الديانتين مع بعض وصارت لديانة الزادجتية الموجودة حاليا بعدها كمان صارت الشغلة ثانية اللي هو الفتح الاسلامي لما صار الفتح الاسلامي بعض الفتح الاسلامي ما كان دمه خفيف 100% تمام حسب ماويات الزادجتيين ماويات المسلمين بغض النظر كان فتح مسالم ولا لا ما بهمني أنا اللي دخل بس بكلام اللي زادجتيين بيحكوه لك انه الفتح الاسلام ما كان دمه خفيف عندهم فقتلوا الناس ودموا الديانة ومسحوها مسح فطال الزادجتيين يأخذوا من الديانة الاسلامية وهذا عفقة صار مع الصابع المندئيين كمان بعض الصابع المندئيين بيقولونهم متعارضوا للطهاد من المسلمين فعشان هيك هذا الكلام اسمعتم من بعض الصابعة ما عندي علم هل هو صح ولا لا ما بعض حتى خزع الماجد بكتاب والمثولوجيا المندئية قال انه هذا الكلام كذب انه في ملك عندهم من الخلافة العباسية طلب منهم دليلهم مسلمين او مثلا اهل الكتاب اعطوهم كتاب اعطوهم كتاب من عندهم وعشان يعني لعبوا بالكتاب عشان صوى ما يثبتونهم اهل الكتاب بس بغض النظر هالقصة صح ولا لا الفكرة انهم لما صال فتح الاسلام غيوا بكتبهم كمان ونقلوا من الاسلام هذا الكلام موجود باغلب الوثائق الزادشتية فالديانة الزادشتية صعب جدا انه نحكي مثلا انه الاسلام نقل منها هذا انا بدي اقوله بس او انه مثلا في ديانة اقتبست منها الا انه بعض الباحثين وانا فعليا اتفق محهم بهاي النقطة بيحكوا انه الديانة الزادشتية اثرت علي يهودية فبسبب اثرت اليهود فيهم هذا لما صال السب البابي اللي تعني باخذ نصة لما باخذ نصة سب اليهود اليهود ساغوا من الزادشتين بعض العقائد هذا الموضوع انا عملت عنه فيديو مفصل اسمه الثانوية الكونية في الاديان حكيت فيها كيف طلعت فكرة الشيطان وكيف كان عزاء الكاهن عميل مزدوج وحكيت فيها لما حكيت عن كتب فاس السواح فما بدي ادخل فيك ثياه هذا الموضوع ولكن هل هي اقتبست مثلا بعض اديان وطوعت على بعض الاديان نعم اذا حكيت هل يوجد تطوية فنعم اثت وطبعا في نقد لهذا الكلام عشان اكون واضح كمان من باب الحياد ولكن انا بعتقد فيها انه عن جدي يهود تأثى وبالزادشتين واخذوا منهم فكرة الشيطان ولكن فكرة الشيطان كمان في اذا كنت مثلا شخص لا ديني وممكن انت تحكي مثلا طب ما هو هيك الاسلام تأثى لانه تب لانه هو اصلا بيقلد او مثلا نقل من اليهودية والمسيحية ممكن تحكي هذا الاشي بقول لك بس الادعاء اللي بتدعوه مثلا الملحدين انه مثلا والله اخذ الصلاة وما اخذ الصلاة هذا كله مش منطقي فهم عليك كيف فانا دايما قلت انا بحاول اكون حيادة بالطلاح تاعي يعني بغض النظاسة اللي يعجبوا كلامه اللي ما يعجبوا فالبدنا نقوله بس انه لا يمكن الثقة في كتب الصائل زادشتين نهائيا ومستصعب انك تحكي لسلام اختبس منها ولا لا لانه الكتب تعيتهم بتحكي لك ان احنا نقلنا ما بصبط انك تحكي لسلام نقل وغاية كمان الفتا اللي كانت فعليا الديانة الزادشتية فيها شبه كاملة وكانها اسس وقواعد قوية هاذا الاشياء كلها هي اصلا تحافظ قبل ما يجي الاسلام يعني هي تبدلت قبل ما يطلع الاسلام ممكن يهودية اختبست اه ممكن لانه كان في قوة عند الزادشتين لما كان انا واخذ نصة والجماعة هاي حاكمين ممكن كانوا قويين ممكن كانوا حاكمين وكواش العظيم صحيح وممكن اختبسوا هاذا الاشي ممكن ممكن كان عن جد كواش معين عزة الكاهن عميل مزدوج ممكن زي ما بتحكي بعض الكتب زي اه عام دمشق والسائل ممكن هاي الشغلة مش مستبعدية ولكن الاسلام اللي اجا بعد الف سنة اللي هو اصلا لما اجا وطلع في بيئة هي اصلا ادياني فيها محاف وماكلي هوا هذا اشي صعب الاستاذ احمد خالعم عنده اقدم صاحة طويل جدا بهذا الموضوع بيقول لك مثلا انه هذا الادعاء جديد فمستحيل لو كانت مثلا هذا الكلاب انه مثلا الاسلام اقتبس كان المفروض انها تبين حديثا وكمان بيحكي اشياء كثيرة مثلا زي قصة الصاو البعاج انها قصة اصلا حديثة بلما يوحد يدقق فيها تاخيا حسب المصادة الزادشتية نفسها وانه حتى الزادشتية ما عندهم خمس صلوات هذا كله ادعاءات فهي حتى ايوه هاي الكلام قصة المعاجل السمافي الزادشتية لحد الكهنات تعود لكتاب يسمى كتاب ابصاشو والباحثون المعاصون يعتبون انه كتاب كتب في القان العاشة او الحادي عشر ميلادي اي بعد قابل ثلاثة او ابعد قون عمل انتشار اسلام هاي مصدر زادشتي على ما اعتقد وبعد ايك بقول لك عن الصلاة ونكتشات انه في اختلاف اصلا ما في تشابه فالخلاص عشان ما اطول عليكم ادعاء انها مثلا الزادشتية اثعت على الاسلام بالتحديد ادعاء صاقط وباطل صاحت الممكن اثعت على يهودية انا هذا الموضوع بقامل فيه ومش لاني مسلم بل حتى انا ما احكي اصلا انه اثعت باليهودية هذا اصلا ممكن نحكي بعض وطاعن بالاسلام لانه حتى فكرة الشيطان كنه وصل اله شا كان في الاساس تمام عمدت انه فيديو كامل ما بديدخل بالتفاصيل ف احنا هون يعني بنحاول يكون الحيادين زي ما بيحكوا فعشان اختصاركم الكلام ما ثانية كان في البداية الزادشتين يعدلوا على الكتب عشان يسهلوا للناس لما عدلوا على كتبهم صار في شوحات شوحات صارت مقدسة صار بعد هيك الفتح تاع اسكندا لكبا اسكندا اجباهم غصبا انهم عدلوا على دينهم وضيعوا كل كتبهم عمل إسكندا هذا الموضوع من هنا فصارك بعد هيك سنين اندمجوا بعد هيك مع المجوس وبعدها أجالك المسلمين والمسلمين طبعا هم عشان يلتقوا بشك في الكبت اللفظة يلتقوا شاهم أخذوا منهم بعض العقادة عشان يحكوا لهم إحنا أهل الكتاب وإحنا عندنا وإنتم كمسلمين عندكم حديث بيحكي سنوا بهم سنة أهل الكتاب وخلص يعني ليش الشاو خلص وهاي ملخص اللي ممكن نحكي الأشياء اللي صارت بالديانة الزادشتية وهسا السؤال هل لازم نعتبر الديانة الزادشتية محافية ولا لا هل هي ديانة مثلا ممكن واحد يثق فيها ويحكي مثلا أن الإسلام أخذ منها ما أعتقد صراحة ممكن لديانة الكتابية ممكن لأنها كانت معاصة هذه الديانة بقوتها أم الإسلام ما أعتقدش صراحة فأتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وما تكون دحكي كثير حكي ولكن أعتقد هيك بكفي ككلام وأمانة هاي بالنهاية أنا صدقة من الناس بيشوف الزادشت شخصية عظيمة وبحب الكتابات المنسوبة إله واحتمال إذا بدكم نعمل فيديوهات عن معتقداتهم لأنه بصراحة هذا يا نفاس سواء كتب لك هنا كتاب كبيرا كثير نص عن الزادشتية وعن اعتقداتهم وديانتهم فما بدنا نضيع الوقت بهذا الحكي وأتمنى تكونوا تستفدتوا واحتمال أعمل فيديوهات ثانية من هذا النوع أنه نحكي عن ديانات مثلا كيف تعدلت كل ديانة وكيف تحافت كل ديانة إذا أنتوا بدكم وصحيح هل التحايف يعطبها مشكلة بالديانة الزادشتية هذا الموضوع لازم نحكي عنه صحة يوم الزادشتين ما بيعتبوا التحايف وهذه الأشياء غا مشكلة لأنه هاي الأشياء كله والتعديل والتحايف هذا الموضوع كله مش مهم لأنه في الأساس هذا الموضوع ما بيطعن في جوهات ديانة يعني بصراحة كلامهم صحيح أنا مني وعلي بقتل على بعض الكلام أنه نعم الكلام ما بيأثى على ديانتهم لأنه هذا لا يطعن في جوهات ديانة ممكن نحكي أساسيات الديانة أساسيات الديانة محفوظة فأهم ما عندهم مشكلة فبس نشارك لكم في الفيديو الجاي